الكلام بتاع الجبير وكلام ترامب ان انتو جريتم يوم ما الاراق دخل الكويت يقولك باختصار ان السعودية لم تكن تدافع عن الكويت انما كانت تدافع عن وجودها فغسيل كله اتنشر ولم يعد هناك ما يتم اخفاوه لم يعد هناك ما يتم اخفاوه كل واحد يقولك لا مش انا انت اللي عليك الدور تدفع انت اللي عليك الدور تدفع لا انا مش هدفع ولا يجب ان تدفع الدول العربية زي ما عملت كوريا وكل عندهم مشاكل كتير بس اتفعوا واحد قاعدوا مع بعضيهم قاعدوا مع بعضيهم والصورة الشهيرة والراجل بيعدي عند الصور ولا الفيديو بيسلم هنا وبعدين يرجع يسلم هنا اتشوفها بعد شوية واتفعوا على الاتفاق واحد التخلص من الاسلحة نووي كوريتين توقف الانشطة المعادية بين البلدين تغيير المنطقة منزوءة السلاح تخفيض الاسلحة في المنطقة الدخول في محادثات سلاسية تشمل امريكا بالصين عشان ما ينفعش ان امريكا الوحدها تنفرد بيه شوف الكلام والسياسة مش ايه تعالي امريكا هنعزمكم هجبكم في البيت الاريض حضوا مع بعضيكم لا 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 لازم يكون عندك تصور اوسع للعالم الذي تغيرت فيه موازين القوة بقى فيه دولة اسمها الصين الاولى عالميا في التجارة او مقاربة لذلك وروسيا ودول كتير وفيه حاجة اسمها الشعوب تنظيم لم شمل العائلات التي خلى فتح الحرب ربط وتحديث شوف 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 السكك الحديدية والطرق عبر الحدود لابد من وصل من قطع يا جماعة العالم مش يعمل قناة عشان يعزل قطر يعني شوف العقل النظيف لما يتحرك مش يحاصل قطر ويعمل قناة لا ده اقول له لا هنزود السكك الحديدية وهنعمل طرق جديدة علشان يبقى قطر قطر يروح السعودية ويروح الكويت كل الناس تروح يا جماعة ده لا ده عنده نووي ولا ده عنده نووي الا اذا كنت بتعتبره طبعا الجزيرة سلاح نووي المزيد من المشاركة في الاحداث الرياضية دية النقاط اللي ايه اللي اتفقوا عليه قالوا هناجل شوية ملف المعتقلين والمعتقلين يا جماعة بين البلدين كام ستة مواطنين ستة مواطنين ستة ستة انا كنت فاهم المعتقلين دول هتلاقوا بالالاف وناجل موضوع المنشقين ودول ستاشر وناجل حقوق الانسان لان المنشقين يتعزموا اللي هم ما الستة يعني حاجة حاجة عجيبة الحقيقة تعالى بقى بص على الدول العربية شوف الامارات طرده كام واحد كويتي ومعتقل كام واحد اماراتي على كام واحد سعودي على كام واحد عربي وانبهد لهم وروح شوف في السعودية بيحصل ايه وفي كل الخليج انا بقولش لها تعالى بص وانت تعالى مش عاوزين كده وبعدين قالك ايه دي النقاط اللي اا مش هتتناقش معه اوريك الفيديو بقى وانا بتكلم كده لما الراجل راح سلم عليه تبا انت زعلان من بتاع قطر عندك على الحدود تعالوا وقفوا كده وتعالى امير قطر وتعالى امير السعودية وتعالى امير الكويت وسلموا على بعضكم ايه المشكلة ما هي المشكلة لأ مشكلة ان انا عاوز اوصل للسلطة فالمفروض هيسلم محمد بن سلمان اهو الفيديو هتشوفوا دلوقتي محمد بن سلمان مش عاوز يمشي ازاي بقى ازاي بتوع قطر يمشي كلمتهم ازاي بقى عندهم كاس عالم شوف الراجل واقف هو بعد شوية هياخدوا يقول له ايه معلش يا استاذ لو سمحت يا معلم انا جيت عندك في ارضك اوف ملعبك شايف الحتة دي اه اه وانا بقى لو سمحت عاوزين نلف لفة كده لف معايا لف معايا اهوب اهوب اهي لفة هو اقول له ايه اقصى لعدنا جينا الناحية دي هنروح بقى الناحية ايه تاني بطريق ما كده احنا ايه كل واحد اواخد ايه حق؟ تفضل قال له لأ انا جيت عندكو خلي بالك لازم تيجي ايه عندنا قال له كده وما له يا اخويه خد ايده في ايده وانا واخوي على ابن عمي والكوريين ووحده بعضهم وبعدين حط ايده وعليه وقرر فتحة قال له عشان خاطر الاجيال اللي جاية دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احنا عاوزين ايه ده عده وده عده سليم على الارض ايه الطراب قدامك اوه مش عارف ده سجادة ولا طراب اللي موجود ده يا جماعة ايوه قال له انت عامل ايه قال لنا كويس قال له انت بقى مش عارف ايه قال له انت كمان انا مش يعني ايه مهم في نهاية قال له والله انت شاكلك حلو والسانك حلو اوه ما كويس مال بيقولوا عليك ليه كده في كزا سلموا حبوا بعضهم ونبدأ تبدأ الحياة تبدأ الحياة تعود الحياة كوريا جسان واحد جنس واحد فكر مختلف تعالى نقرب من بعضنا علشان نواحد تولى تعالى كان فيه بالناشطان اسمه امريكا وادي الايال الصغيرين وبيرجع شوف داخل اوه بعد شوية بعد شوية الراجل هيعمل ايه هي يمكن يلبس بادلة زي الراجل التاني ده وده عادي المشهد ده تاريخي سجل يا تاريخ ان دولتين بينهم عداء سبعين سنة فيهم حرب بواحدة منهم فقرانة الفقرانة دي ماهددتش بالنووي عشان تاخد من الغنية ولا تلاقي ايه يا كوريا الجنوبية يا لعوبة اللي بتلعب مع امريكا دي اللي بتصهر مع امريكا بالليل هطلعين اللي خلي فوقي وهنزل عليكي سواريخ احنا عاوزين ناكل مام رغم انها محاصن عملتش كده وكوريا الجنوبية اهو بص بقى الراجل بيقول لي بتاع الشمالية بقول لك انا والرئيس مون آآ جاي ان هناشتغل سويا حنحق الاهداف نتغلب على التحديات حتى نتمكن من الوصول الى بلد آمن نحتاج الى بز جهود كتيرة يجب علينا العمل حتى يا ام السلام والرخاء لشعبنا مش لشعبينا لشعبينا امت واحدة من المحيط الى الخليج مش يتم استغفالنا واستعمرنا واستعمرنا وترامب يكون شويا لك اديني تلاتة مليار وايد عليك السور القديمة بتاعت نحمد سلمان وبتحط له اللوح على كتفه لا لا مش حاوز كده انا نفسي يطلع بيان من مجلس تعوي الخليج النهاردة بالليل الساعة اتناشا وروس ما معودلنا بالليل يعملوا بيانات يطلع بيان انه ماقع له ترامب مرفوض والى الابد نحن امة الواحدة وان كنا جزء في الخليج وجزء في الشرق والغرب نحن امة الواحدة لنقبل انه بتز وقال ندفع الجزية لهذا الرجل اللي قال الكلام ده من خمسة وعشرين سنة لما كان شاب صغير قالك مش معقول يا جماعة افقر واحد في الكويت اغنى مننا فالراجل جاي باحقاده على المنطقة وعلى شعوبها وعلى دنها وهويتها ونيجي احنا نصدقه ونستضعيف الليات ونلكبه لعربية الجول في المدهابة ونعمل له قرص ونقول له ونرقص معاه بالسوف وحنة 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 وفي الاخل نروح لهناك في ايه بص اسمع اه اربعة مليان لسوريا وبعدين اول امبارح رفع الفيزيتا خدها سبعة تريليون يعني قد الدخل القومي للسعودية حوالي خمس سنين المفروض السعودية تلم بترولها ودخلها كله وتبعاته لمن الحج ترامب اهل الفيزين ريال للسعودية والف ريال لمين لترامب ده هو ده اللي هيحصل يا جماعة انتو فاهمين ايه ما هيزاي ما قال للسعودية كده والامارات كده وقتر كده هطع فيه وقول ايه على الهول بلايسيس دي مين اللي بيحميها فاك على كل مسلم ان يدفع لنا لانه نحن ونحميه الاماكن المقدسة صح الله سفر والله يواري انا لاتوقع اتوقع من اعتمنا لكن انا عارف ان الدين عقلية اوريك ترامب لما كان لسه شاب صغير حلو بيغازل النساء ساعتها ومازال بيغازل النساء وبيتحرش بهن وهو امور وحلو كده وطالع وبيتكلم وبعد 25 سنة ترامب بيحقق امنيته بينما مجلس تعاون الخليجي بعد 25 سنة بيتفكك ويتحلل والناس بتشتم بعضيها السعوديون بيعير الكويتين الان الكويتين الان بانهم الفلبين دخلت وخدت الخادمات بالقوة وخرجت من الذي جرأ الفلبينيين على هذا نحن نحن العرب حين لم نحترم انفسنا ولم نحترم شعوبنا ولم نحترم اخوتنا يجي ترامب من اقصى المدينة يسعى يطلب الجزية فندفعها عن يد ومن يدفعوا هم صغيرون تفضل ترجمة نانسي قنقر